السلام عليكم مادة الـ Programming Languages اللي في الـ Level 5 طبعا هذه المحاضرة الأولى اللي خذنا فيها شرح يعني بدأنا طبعا من شابتر 3 شابتر 1 و 2 قال self study إذا تدرسها لحالك طبعا أنا في جزئية مهمة راح أشرحها لكن يعني بالنسبة للـ slide من 1 إلى 15 تقريبا هذه كلها شرح ونظري بس إلى هنا راح أشرح المثال فقط التطبيقي وإن شاء الله يمكنني يفيد البعض في البداية راح يكون عندنا سؤال اللي هو يعطيك grammar يعطيك قاعدة ويضعك تستخرج منها من هنا تستخرج الأرقام 2 و 3 و 4 طبعا هو باستخدام القاعدة اللي فوق طيب أول شي القاعدة وش تتكلم عنها تقول في الطرف الأيسر يكون عندي expression ثم في الطرف الأيمن تعريف الـ expression هذا هل هو expression plus expression أو يعني تاخذ تعريف هذا لها أو expression الحالة أو number هذا القاعدة الرئيسية طبعا الـ number أيضا لا تعريف خاص به تقدر تعوض عنها يعني بالـ number number و digit أو digit الحالة والـ digit أيضا تقدر تعوض عنها بـ أحد الأرقام يعني من صفر إلى تسعة فالمطلوب عندنا في البداية يعني نحول 2 و 3 و 4 باستخدام القاعدة هذه أول شيء 2 و 3 و 4 2 و 3 و 4 هم أرقام معناها digit معناها أبغى أوصل من الـ expression هذا إلى digit عشان بعدين أقدر أعوض من digit للأرقام هذه يعني أحضر كل digit الرقم المطلوب مثل الخطوة هذه دعنا digit digit في نهاية يخرج عندنا 2 و 3 و 4 نشرح كيف نوصل من بداية إلى النهاية الخطوة الأولى بما أني عرفت أني أبغى من الـ expression هذا أنا أبغى وش وش اللي يخليني أحول للـ digit هل هو expression plus expression هل يخليني أحول digit أو يوصلني للصورة هذه طبعا لا الـ expression الحالة هل يوصلني للصورة هذه لا من القاعدة هذه ما يوصل طب الـ number يوصل أو لا الـ number يتكون من هذا التعريف حقيه يتكون من number و digit أو digit بالتالي يعني هذا هو الأقرب لنا أننا نبغى ثلاثة digit بالتالي إذا أخذنا الـ number أخذنا الـ number خلاص اخترنا الـ number نبغى نعوض ما نعوض number و digit أو digit إذا اخترنا الـ digit خلاص بعد الـ digit لا يوجد تعويض لا يوجد تعويض لا يوجد تعويض الأرقام أنا أريد ثلاثة digit ثم لا يكفي أني أخذ digit واحد اللي هو هذا اللي بعد الـ or لابد أني أخذ number و digit لماذا؟ لأنني لازم نظر أني أعوض بعدين الـ number و digit ثاني لكي أصبح ثلاثة digit واحد لكي أصل ثلاثة digit ثلاثة digit الخطوة الأولى number س этим على هذا نعم و NUMBER و NUMBER الآن نعم ثلاثة digit نعم época ania فلو حولتها للدجت مباشرة بيكون عندي اثنين و ها قدر ازود اكثر من كده فمضطر اني اسويها نمبر و دجت مرة ثانية فيكون هنا عندي نمبر و دجت الجديدة و دجت القديم اللي خدنا من هنا فيكون عندي نمبر و دجت و دجت طيب الخطوة الثالثة عندي نمبر و دجت و دجت لازم ان ابغى ثلاثة دجت فقط فلو اخترت نمبر و دجت بكون مظهر اني اعرف النمبر مرة ثانية الى نمبر و دجت او دجت فبالتالي اذا وصلنا الاثنين اقدر اعوض بالنمبر ب دجت مباشرة دلما اعوضها النمبر و دجت مثل ما فعلنا سابقا اعوضها دجت مباشرة يكون اني دجت 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 طيب الخطوة اللي بعدها اه خلاص اذا انتهت من هذه ابدأ احول حين وش اول رقم عندي او دجت اقدر احولها ايش اثنين خلاص ااخذ اثنين من هنا طبعا في الامثلة هذه ما اقدر اصوي اكثر من خطوة في سطر واحد كل خطوة لازم لها سطر جديد او كل عملية لازم لها سطر جديد لانا ما اقدر سوي عملية تين في سطر واحد فخلص الثنين الحين من الدجت الاول بقى عندي اثنين دجت دجت الدجت الثاني شدر احوله اختار من هذولي شو المطلب عندي ثلاثة فاحول الى الثلاثة صار عندي اثنين ثلاثة دجت والرابع واذا الاخير الثالث دجت حول الاربعة يكون عندي اثنين ثلاثة اربعة هذه الدرس المشروح اللي شرح لنا انك كيف تحول من الاكسبريشن هذا الى الدجت طبعا هاي طريقتها في كل الامثلة القادمة بيكون اللعب هنا يعطيك ارقام ويعطيك اشياء ثم يعطيك هنا اكسبريشن تستطيع التلعب فيه وتحول فيه الى ان يعني تحطى للشكل نهائي المطلوب طبعا هذا الشرح يعني من السلايلات نفسها لكن دعنا نحاول مثلا طبق محلة دعنا نشوف مثلا هنا الاول شيء يبغى نمبر يساوي النمبر عندي اشي اشي تكون منه احاول النمبر الى نمبر و ديجت طبعا هنا ساوي اول ان احاول النمبر و ديجت هذا الشي ثاني اخليها نمبر ديجت ديجت و ديجت اللي بعدها احاول النمبر الأس color ديجت 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 و أخيرا happiness الأخيرة أحول من الـ الـ الى الأرقام المطلوبة 2 ديجي ديجي 2 3 ديجي 2 3 4 4 وبكذا تقريبا هذا ملخص للمحاضرة اليوم الأربعة من الأسبوع الأول دراسة هاي تقريبا ملخص اللي ما حضر أو اللي ما فهم أو اللي يبغى بس يراجع بتكون المتوفرة هنا وأتمنى تكون استفدتم منها وبإذن الله إذا كان في شروح جديدة أو فهمت شيء جديد راح أحطه هنا فأرجو أنكم تتابعون الصفحة هذه باستمرار وإن شاء الله تشوفون أكل جديد شكرا شكرا شكرا